موسيقى مشاهدنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى نشرة حول الضقص التي نقدمها لكم من قناة البلاد الأوضاع الجوية المرتقبة لهذه الليلة إن شاء الله نرتقب استقرار ميز أغلب ولايات الشمال عدة مركز بعض الغيوم التي تكون بعض الأحيان مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة خاصة بشرق الهضابة العليا نسي صفحتنا الجوية بصور القمى الإصناعية التي توضح أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بعض الأحيان على أغلب الولايات الشمالية الغربية هذه السحب تتجه نحو المدن الداخلية وصولا إلى المناطق الشمالية الشرقية ما بالنسبة لتفاصيل وضعية الجو لهذه الليلة إن شاء الله الوضاع الجوية تكون قليلة السحب على أغلب الولايات السحلية للوطن تمركز بعض الغيوم التي تكون كثيفا مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة خاصة بغرب الهضابة العليا تبقى الأجواء من صفر الشب المغشات بالنسبة لمرتفعات داخلية الوسطى الشرقيات الغيوم تتجه نحو منطقة الصورة وسط الصحراء وحتى على الوحات تبقى الأجواء دائما من صفر الشب المغشات بالنسبة لمدن الجنوبية الغربية مع تطاير الرمال محليا استقرار ميزة أقصى الجنوب الجزائري بالنسبة لدارجات حرارة الجو المرتقبة لهذه الليلة إن شاء الله ستتروح ما بين 21 دارجة على منطقة بجاية نبس كيك دا القالة سجلنا 20 دارجة على الجزائر العاصمة بومردسي بازل تفوت 20 دارجة على منطقة البوليدة 19 دارجة سجلت على وهران بني سفتنس كما سجلنا 18 دارجة بنسبة لمنطقة بيتنا خنش لتفوت 18 دارجة على قسنطينا 19 دارجة سجلت على الجلفة 17 دارجة سجلت بنسبة لمنطقة البيض مرتفعات نعمة مشرية 23 دارجة سجلت على بني عباس تاب البلد تاغيت وصولا إلى منطقة غردية 34 دارجة سجلت بنسبة لولد لحسن مسعود الود وحتى بإيناميناس 28 دارجة سجلنا بسحارة تنزروف ترقان أدار عين صالح وصولا إلى تيميمون 25 دارجة بيتين دوف 20 دارجة سجلت بمرتفعات الهوغر وتأسيل 16 دارجة سجلت بيتين زواطين وتيمياوين بالنسبة لوضعية الجو لصباحة يوم الغد إن شاء الله تبقى نفس الوضعية الجوية بالنسبة للمدن الساحلية أوضع مغشات جزئيا على أغلب ولايات الهضابة العليمة بالنسبة للمناطق السحراوية إن شاء الله نرتقي بوضع جوية من صفية إلى شبه مغشات كما نلاحظ لتبقى الأجواء صفية ومشمسة تماما بمرتفعات الهوغر والتأسيل وصولا إلى أقصى المدن الجزائرية حررت جو المرتقبة لصباحة يوم الغد إن شاء الله ستتروح من بين 29 دارجة بالنسبة لمنطقة الصورة بشار بن يعباس وحتى بتاغيت 30 دارجة سجئة بالنسبة لمنطقة غردية ورقلة حاسم سعود الودوى أنا مينا سنين و30 دارجة سجئة كعلى من قياس بصحارة زروفت رقان وإدراء العين صالح 26 دارجة سجئة بإيليزي وجانات و25 دارجة سجئة باقصى الجنوب الجزائري ببرج برج مختار وعنق الزام مشاهدين نذهب بكم مباشرة إلى وضعية البحر المرتقبة اليوم الغد إن شاء الله يبقى من هذا إلى قليل الإستراب على أغلب السواحي الوطنية وهذا وفق الرياح مختلفة الاتجاهات لتفوت سرعتها 11 كيلومتر في الساعة مشاهدين اختمنا شجوية كالمعتاد بورقة معلومات فلكية التي تخص الجزائر العاصمة وجوارها لشروق وغرب الشمس إن شاء الله شروق الشمس سيكون في حدود الساعة السابعة وثلاثة دقائق أما الغرب سيكون في حدود الساعة السادسة ودقيقة واحدة بهذا نصل إلى نهاية النشجوية الليلية طابت أوقاتكم في مان الله ترجمة نانسي قنقر